موسيقى ولد المخلص هللويا أهلنا حباءنا المشاهدين ما زلنا في أيام الأعياد أعياد الميلاد المجيد ولادة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له كل المجد والعالم بيحتفل في ميلاد المسيح حاليا في التقويم الغربي وسيستمر إلى التقويم الشرقي لأنه لها أهمية عظمى جدا مش بس إنه المسيح جاء في ملء الزمان مش بس إنه ولد في الوقت المعين ولكن شيء أهم في كل الموضوع ولد المخلص العالم اليوم عم بإن عم بيتألم عم بواجه كل أنواع الآلام كل أنواع التحديات وعم بواجه فعلا فقدان الرؤية فقدان الأمل فقدان الرجاء وبشكل عام الناس فقدت أملها للأسف أقولها برجال الدين فقدت أملها برجال السياسي فقدت أملها بالصحافة اللي الممكن تعبر عن أسئلة الناس وأنه فعلا تعطي الأجوبة الصحيحة ولكن كل شيء أصبح مسيس وحتى مؤخرا عم نشوف أنه حتى في الرياضة في كأس العالم في كرة القدم حتى منشوف التحيز والتميز ومنشوف طبعا العنصرية والكرهية للأسف مع أنه لازم تجمع العالم في وحدة بفرح والسؤال دايما اللي بيطرح نفسه هل من رجاء هل من أمل حاول الإنسان من قديم الأيام الله خلق آدم وحواء بخلقهما يعني بصورة كاملة ولكن بحرية الإرادة آدم اختار أن يخطئ وأن يعصى الله وهكذا دخلت الخطية واجتاز الموت إلى الجميع واتورثنا طبيعة آدم الساقطة ولكن الله لم يترك الإنسان في حالته في مرارته إذ يصف الكتاب المقدس حالة الإنسان كلنا كغنى من ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والكتاب المقدس يصف حالة الإنسان أنه ميت بالذنوب والخطايا أنه هالك بلا رجاء أنه في حالة الضياع وفي حالة العمى الروحي وفي حالة الظلمة الله طبعا دبر الذبيحة فكرة الذبيحة في العهد القديم وأرسل أنبياء كثيرون ولكن مرة تلو الأخرى منشوف أنه قلب الإنسان مظلم وحاول أنه يصل إلى الله بشتى الوسائل عن طريق الذبائح عن طريق الشريعة عن طريق الأنبياء عن طريق البر والتقوى عن طريق الأعمال الصالحة وهكذا ولكن كيف نستطيع أن نرضي الله القدوس كيف نستطيع أن نوفي الحق الإلهي الكامل كيف توفى العدالة الإلهية والبر الإلهي فالله قدوس بار الله عادل ينبغي أن يدين الخطيئة والإنسان توحل وتوغل والخطيئة استشرت وتفشت في كل نواحي الحياة فالصرخة القديمة هي الصرخة الحديثة فالإنسان يصرخ هل من منقذ هل من مخلص وأتذكر في أحد السنين أحد رؤساء الوزراء في أوروبا صرخ وقال نحن نحتاج إلى مخلص نحن نحتاج إلى منقذ في هذا العالم بغض النظر سواء كان إلها أم شيطانا نحتاج إلى منقذ مسكين هذا رئيس الوزراء إذ لم يكتشف أنه ولد المخلص هللويا جاء يسوع المسيح المخلص عند اكتمال الزمن جاء المسيح ليخلص من الخطيئة جاء المسيح ليفدي من كل إثم جاء المسيح ليحرر من العبودية جاء المسيح ليشهد للحق جاء المسيح ليعطي حياة فياضة فضلة ويعطي أيضا الحياة الأبدية وضمانها يعطي الخلاص الكامل وفي ناس ولسيما في هذه الأيام أيام الأعياد بتصرخ بسبب ظروفها كثير ناس عم تتألم بسبب الفقر بسبب الظلام بسبب الظلم الاجتماعي بسبب التمييز بسبب أنه عم بحاول بكل إمكانياته ولكن مش عم بيقدر أنه يخلص نفسه أحبائي في أخبار حلوة في أخبار صارة وهاي الأخبار الصارة اللي هي في الكتاب المقدس اسمع ما يقول الكتاب المقدس في إنجيل متى الإصحاح الأول والآية 21 فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عم نئيل الذي تفسيره الله معنا ثم ننتقل إلى البشارة بحسب البشير لوقة يقول في آية 79 في الإصحاح الأول ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام ثم في آية 10 ملاك الرب بيتكلم للرعاة الرعاة اللي كانوا بيحرسوا الرعي الغنم في بيت صحور في حقل الرعاة قريبة من بيت لحم كان كلام الملاك فقال لهم الملاك لا تخافوا فهأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا مدجعا في مذود وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة أحبائي دعونا في بداية هذه الحلقة أريد أن أتكلم عن يسوع هو المخلص ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ولد المخلص هللويا لاحظ الكلام لمريم وليوسف أيضا نفس الرسالة يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم أو قول الملاك للرعاة في بيت صحور أبشركم هي أخبار حلوة أخبار مفرحة أخبار صارة أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم فإذن هذا اسمه وهذه طبيعته وهذا هو أيضا عمله أنه جاء ليخلص خليني أبتدف بالقول أحبائي هذه واحدة من الأسماء الإلهية المخلص هو لقب الألوهية للرب يسوع المسيح فجاء ليخلص في اللغة العبرية مشيع يعني المخلص أو لي يخلص أو عندما صرخت الناس عندما دخل يسوع أورشاليم بانتصاره أو بدخوله الظافر إلى أورشاليم هو شعنة آه يا رب خلص الآن طبعا كان كلامهم بيتذكروا اللي حدث مع المكابيين عندما دخلوا أورشاليم ليطهروا الهيكل لأنه واحد من حكام السوريين أنتيخوس أبيفناس في أيام اليونان قدم خنزير على المذبح مما أثار اليهود أو غضب اليهود ودخلوا وطهروا الهيكل وظنوا عندما قالوا خلص يا رب هو شعنة أو صنة في الأعالي المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة هي كانت رسالة الملاك ولكن أحبائي عندما دخل يسوع ظنوا أنه جاء ليطيح بالإمبراطورية الرومانية لأنه مفهوم الخلاص في العهد القديم هو الخلاص من العبودية الخلاص للحرية الخلاص للأعداء كما فعل القضاة في القديم وهكذا كان يعني بالنسبة لهم الخلاص أي الازدهار السياسي والاقتصادي والحرية والشبع ما شبه ولكن جاء يسوع أحبائي ليخلص وهذا الخلاص هو خلاص في الماضي الخلاص من الخطية خلاص في الحاضر من قوة الخطية من شر الخطية من سم الخطية من لدغة الخطية خلاص في المستقبل اللي هو الفداء توقع فداء أجسادنا عندما يكون الخلاص كامل كما قيل في رسالة روميا الإصحاح 13 من الآية 11 وهذا هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاص الآن أقرب من مكان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور هذا الخلاص كامل أحبائي ماضي حاضر ومستقبل وإلى الأبدية ولكن في هذا الاسم تحمل في طياته الألوهية فالمخلص بحسب العهد القديم هو الرب يهوى يهوى هو المخلص مثلا أحبائي نشوف مثلا أن هذا هو اسم يهوى في العهد القديم أي أنه يخلص أنا أنا الرب وليس غيري مخلص إشعية 43 والآية 11 في هوشع 13 آية 4 ولا مخلص غيري في إشعية 45 آية 21 أليس أنا الرب وبيكمل يقول إله بار ومخلص ثم بنفس الإصحاح يقول التفت إلي واخلص يا جميع أقاص الأرض لأن أنا الله وليس مخلص آخر في إشعية 12 بيترنم إشعياء آية 2 آية 3 لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا فتستقون مياها بفرح من ينبيع الخلاص فإذن اسم يسوع هو المخلص طبيعة الخلاص عمل أن يخلص من أجل هذا تسمى يسوع من الملاك أي اسم على مسمى تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم وعلى فكرة هذا الإسم يتفرد فيه فقط يسوع المسيح الاسم الوحيد أنه المخلص لم نقرأ قط عن أي نبي آخر يطلق عليه هذا الاسم يمكن القضاء قديما كان منقز أو يخلص من العبدية من الأعداء من الأشرار بالحرب أو في توقعات معينة لكن لا يستطيع أحد أن يقول أنه قادر أن يكون المخلص أن يخلص من الخطيئة وأن يكون سبب الخلاص وأن يكون الهدف للخلاص والدافع للخلاص وأن يكون حمل الله الذي يرفع كل خطيئة في هذا العالم فإذن الغرض من مجيء يسوع المسيح جاء ليخلص من الخطيئة الخطيئة التي حجبت والتي فصلتنا عن الرب هو خلاص من الخطيئة التي تهلك والتي توصل وتقود إلى الجحيم اسمع بعض الأقوال قالت المطوبة مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص في لوق 1 آية 47 الرسول بولوس واحد من أجمل التعبير عن الخلاص قال بولوس الرسول صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاط الذين أولهم أنا يعني بولوس الرسول يقول رغم علمه وثقافته وتدينه وكان في الريس وعبراني ومختوم وكان يعني قمة عصره في الثقافة اليونانية واليهودية كان أكثر شخص فهمان الكتاب المقدس ولكن يقول عن نفسه أنه جاء ليخلص الخطاء اللي أنا على رئيسهم أنا على القمة بحط نفسه أن المسيح جاء خصيصا ليخلص بولوس الرسول من خطيته هذا الإحساس طبعا هو القلب المثقل بالهموم والخطايا اللي بيشعر أنه لا توجد وسيلة لا توجد طريقة لا توجد محاولة كل المحاولاتنا باقت في الفشل لأنه الخلاص هو عمل إلهي أهل السامرة قالوا عن يسوع أو قالوا للمرأة لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم في يحنى الإصحاح الرابع والآية 42 في بشارة يحنى إصحاح 12 والآية 47 يقول لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم في لوقة إصحاح 19 والآية 10 قال يسوع لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وطبعا الآية الذهبية المعروفة لكثير من الناس يحنى 3 آية 16 والآية 17 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم فإذن جاء يسوع المسيح ليقدم الخلاص وهذا الخلاص أحبائي هو مبادرة إلهية لا دخل للإنسان في أي يعني شيء فيه تعرفوا بتذكروا لما قال الرب يسوع المسيح من الأسهل أن يدخل جمل من ثقب إبرة من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فطبعا صعق التلاميذ وبحيرة سأل الرسول بطرس يسوع فمن يستطيع أن يخلص قال يسوع الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله لأنه لا يستحيل أي شيء على الرب فإذن جاء ليخلص هذا الخلاص أحبائي رغم أنه الله لأخذ المبادرة وزمام الأمر لأنه الإنسان فشل هذا الخلاص غالي وثمين ولكن في نفس الوقت إنه خلاص مجاني أي دفع ثمنه الرب يسوع بدمه الطاهر المبارك على الصليب إذ يقول الكتاب المقدس بالنعم أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها إن هذا الخلاص ليس فقط مجاني هذا الخلاص هو الخلاص الوحيد ما فيش وسيلة أخرى ما فيش طريقة أخرى ما فيش إمكانية تانية خلاص هذا الخلاص الوحيد مكتوب عنه في أعمال أربعة اطنعش وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إنه الخلاص الوحيد وبحسب يهود آية 25 مكتوب المخلص الوحيد ثم هذا الخلاص أحبائي هو إرادة الله لكل واحد مننا الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون هاي غرض الله تعرف كتبة تكلم مع واحد وارتكب خطايا شنيعة وفظيعة لا تتخيلها ولا تتصورها بحسب عداتنا العربية وكان سؤاله هكذا هل الرب رح يبعتني على الجحيم لقد قالوا بالعكس الله ما بدي يحط ولا أي إنسان في الجحيم وإرادة الله أنه ما يرسل أي إنسان إلى جهنم النار ولكن الله أعطى الفرصة فرصة الخلاص الشخص اللي بيرفض هو اللي بيقود نفسه إلى الجحيم ولكن ليس هذه إرادة الله إرادة الله يعني أن نؤمن أن نؤمن بيسوع المسيح أن نخلص أحبائي وهذا أحبائي أعطانا فرصة حتى لا نهلك وحتى نؤمن بيسوع حتى يكون إلنا الحياة الأبدية هذه إرادة الله تجاه كل شخص بيضع ثقته في الرب يسوع المسيح هذا الخلاص هو خلاص من لعنة النموس في غلاطية ثلاثة آية 13 مكتوب يعني افتدانا من لعنة النموس اتصار لعنة من أجلنا أحبائي النموس يقول ملعون من لا يعمل أعمال النموس يعني الإنسان بيخلص بحالتين الحال الأولى أن تطبق النموس مية في المية بحذفيره الكاملة لأنه إن أعثرت في واحدة يسقط الكل فإذن هنا سقطت المعادلة لأنه ولا أي إنسان كامل يستطيع أن يتمم النموس إلا شخص واحد اللي هو الكامل فجاء ولد تحت النموس ليشرح لنا النموس وأيضا لكي يفدينا من لعنة النموس اتصار لعنة لأجلنا لنصير بركة إبراهيم لنصير بر الله لننال التبني لنخلص من الغضب الآتي فهذا الخلاص هو من لعنة النموس لأنه النموس مثل مرآة تظهر حياتنا على حقيقتنا ولكن النموس لا يخلص لكن النموس يوجهك إلى إنسان كامل هو اللي يعني حفظ النموس وأكمل النموس شخص واحد وحيد هو الرب يسوع المسيح اللي أخذ مكانك مات نيابة عنك بديلا عنك كذبيح العظيم حتى يفتديك من لعنة النموس لأنه مكتوب ملعون كل ما لا يعمل أعمال النموس شيء آخر هذا الخلاص بالنعمة والنعمة هي عطية مجانية هي هبة من الله تظهر محبته تظهر مراحمه تظهر شفقته تظهر قلبه المحب أنه هذه النعمة هي عطية مجانية بصراحة لا نستحقها ولا بنستهلها ومهما اشتغلنا مش رح نوصلها ولكن هذه مقدم كعطية من الله ثم هذا الخلاص بالإيمان بعمل يسوع المسيح الكامل على الصليب هو اللي عمل العمل حتى أنت أنا نخلص ثم هذا الخلاص هو بدم يسوع المسيح الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ثم هذا الخلاص أحبائي هو بقوة الإنجيل مولودين بكلمة الحق بقوة الإنجيل كما قال رسول بولوس في كورنتوس الأولى خمسة عشر أعرفكم بالإنجيل يعني الأخبار الصارة المفرحة أعرفكم بالإنجيل الذي به أيضا تخلصون طب شو هو الإنجيل بكل بساطة سيرة حياة يسوع المسيح أن يسوع فعلا جاء وأنه مات حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر للتلاميذ هذا ما تؤمن به الكنيسة المسيحية بهذه بقوة الإنجيل مكتوب أنا أبطل الموت وأنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل ثم هذا الخلاص أحبائي بالرب وليس بالإنسان لأنه مثل ما مكتوب باطل هو خلاص الإنسان مزمور ستين آية إحدى عشر ثم هذا الخلاص هو خلاص أبدي يعني مش مؤقت خلاص أبدي ثم مكتوب أحباء نعمة الله المخلصة لجميع الناس فعلا ظهرت لكي يفدينا من كل إثم تيتوس الإصحاح التاني وهذا الخلاص ليس بالأعمال مكتوب لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس جاء المسيح فاديا جاء المسيح مخلصا جاء المسيح كفارة هذه الكفارة غير محدودة والمسيح هو غير محدود لأنه ببساطة لأنه هو الله جاء ليخلص العالم كله يهوى يخلص بالعهد القديم يدعى اسمه يشوع مشيع لأنه يخلص شعبه من خطياهم ويفديهم من كل إثم ويحررهم من كل عبدية يحررهم من لعنة النموس ويقدم خلاصا أبديا كاملا إلى التمام هذا ما فعله الرب يسوع المسيح يقول الكتاب المقدس نخلص بحياته نخلص من الغضب غضب الله في روميا الإصحاح الخامس فإذا نرى أن المسيح جاء ليغفر خطيانا ليخلصنا من الخطية وجاء المسيح لأنه هو واهب الحياة وهو ضامن الحياة الأبدية قال يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فإذن واهب الحياة وهو ضامن الأبدية وهو الذي قال أحب وهي دعو لكل من يسمعني أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعة فإنه عمل متكامل الخلاص في الحاضر الخلاص من كل الماضي من كل خطايا الماضي والعناية في الحاضر وضمان الأبدية مستقبلا مبتدئا بصيغة الحاضر لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص لأن كثير ناس بتعقدها إذا أنا قلبي مثقل وفعلا صار عند العطش صار عند الجوع أنه أطلب الرب من كل القلب تصور تستطيع مثل ما يقول الكتاب المقدس لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص هذه الدعوة على مر الأزمان والعصور إلى آخر إنسان قبل مجيء المسيح ثانية فإذا نستطيع أن نستكشف ونستشف أن الخلاص هو عطية إلهية الخلاص هو عمل الله الكامل من الألف إلى الياء لا دخل للإنسان فيه ولكننا نضع ثقتنا وتصديقنا إذ نعترف بخطايانا ونتوب عنها ونتركها ونرجع إلى الله ونؤمن بيسوع المسيح المخلص اللي مات على الصليب من أجل خطايانا وأقيم من بين الأموات لأجل تبريرنا إذا فعلت هذا الشيء أحبائي نخلص خلاصا كاملا يقول الكتاب المقدس لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص ندعو باسم الرب فإذا هذا هو إيمان قلبي واعتراف علني وجهري إنه أنا مؤمن بالرب يسوع المسيح وإلا كما هو مكتوب في العبرانيين إصحاح 2 فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره الرب أحبائي ما طلب مننا أي شيء آخر إلا نحط ثقتنا بعمل الكامل على الصليب لأنه الخلاص عطية مجانية خلاص وحيد خلاص ثمين خلاص بالنعمة خلاص بالإيمان خلاص بدم المسيح خلاص بقوة الإنجيل بقوة هذا الإيمان أحبائي لأن هذا الخلاص له قوة خارقة جبارة يستطيع أن ينقذ ويستطيع أن يخلص أحبائي إذا عندك أي سؤال أو استفسار المجال مفتوح يمكنك أن تتواصل معنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هللويا رح أستكمل حديثي بس عاوز أخذ مكالمة من ضيف عزيز أهلا وسهلا أم أحمد أنت معانا على الهوى أهلا أهلا يا أسيس سلام المسيح على قلوبكم جميعا سلام المسيح معاك وكل عام وأنت بألف خير كل عاماك لما بيعرف المسيح الحقيقة بعد المسيح ما بيدخل قلوبنا بنحس بأن تبدل حاجة جوانا في شيء جوانا تبدل الإنسان العاطيق مات وولد بداله إنسان جديد اتبدلت الطبيعة بتاعت الإنسان بقنا عندنا صفات جديدة صفات تشبه الملك تشبه ملك الملوك اللي إحنا أصبحنا مش عبد عبد لا 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 بقنا شرقاء مع المسيح وورصة لملكوت الله فبنكتسب طبيعة جديدة وبنتحرر من الخطيئة لأن محدش يقدر يحررنا من الخطيئة غير هو المسيح نعم طبعا أنا ممتنة وشكرة وعيشة في سلام وفي متعة بقوم الصوت عم بروح أخت أم أحمد أم أحمد سمعيني من فضلك عيد الجملة لأن الصوت راح أنا بقول أني أنا كل يوم بصحة من النوم أشكر ربنا أني أعطاني النعمة وعرفني على الصوت لأن أنا فضلت سنين طويلة طويلة جيل من الله وأنا أرفضها دلوقت لما في ملء النعمة وفي ملء البركة مع الله مع المسيح يسوع بشكره وبعتزل في نفس الوقت أني أنا كنت حرمة نفسي من المسيح فأيز أقول أني نسمة المسيح طبيعة البني آدم بتتغير طبيعة البني آدم بتتغير بنبدأ نبقى على بنتحرر من الخطيئة ودي أهم شيء يعني في الأول كنا بنقعد نصلي ونصوم ونعم الحاجات ولكن ما عنديش يقين أني دخل الجنة زي ما كاننا بنقول عليها جنة ما عنديش أبدا يقين أبو بكر نفسه أبو بكر نفسه اللي هو يعني أول خليفة بعد رسول الله ما كانش آمن أنه هو يخش الجنة لأنه قال لو في إيدي تمرة ورجل بره ورجل جوه مش هأمن أني أخش الجنة فأنا دلوقتي أنا واثقة أنا رايحة فين أنا واثقة أني أنا رايحة المكان اللي فيه المسيح المكان اللي فيه المسيح ده بالنسبة لي هو الجنة بالنسبة لي أنه هو الجنة فأنا بالنسبة للتغيير اللي بيحصل اللي نفسي نفسي أكملنا من كل الناس تدي لنفسها فرصة إن هي تشوف وتستمتع بهذا التغيير حقيقة ياسس فيه حاجة جوه البنياء ده بتتبدل بتتبدل فيه قطعة وبتتشال وبتتركب مكانها قطعة جديدة بنتحرر من أي عبودية مش حاجة متسلطة عليك انت عايش مشترك في طبيعة المسيح بتاخد من صفاته فدي نعمة ما بعدها نعمة نعمة محسني إن أنا أوكي مع المسيح هناك أنا أوكي دلوقتي مع المسيح مكان ما المسيح موجود أنا معي ففيه سلام فيه فرح فيه سعادة أتمنى كل الناس تحاول تدي لنفسها فرصة تدي للمسيح فرصة لأنه هو ويقف على الباب ويقرع مش هيدخل أبدا أبدا غير لما أنت تفتح الباب برضاك بتقوله تفضل هيدخل ويتعش معك فيعني متعة أنا بشكر المسيح من كل قلبي وطبعا صلواتكو دايما صلواتكو إن إحنا ننمو زيادة في الإيمان ونفضل محافظين على روح المسيح جوانا لإن إحنا أصبحنا هياكل للمسيح ودي نعمة كبيرة يعني بنستحق أهلت أكيد بس هو اخترنا وإبل نيسكن فينا وأنا بشكره من كل قلبي آمين شكرا كتير أم أحمد كل سنوات سالمة ربنا يحميك وربنا يباركك ولسيما في هذا العيد أهلا أحبا أنه مرة تانية كنا منسمع لأم أحمد وخلينا أقول أن هذا الخلاص فيه بركات ولكن فيه نمو واستمراري يقول كتاب أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ولكن عندما تؤمن بالرب يسوع المسيح يحدث عدة أمور بتتحرر من الخطيئة ومن العبودية الرب أعطاك طبيعة جديدة ومثل ما سمعنا من أم أحمد صرنا شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة فإذا تخيل أنه إحنا صرنا شركاء نشترك في طبيعة المسيح مش بس حررنا من الخطيئة صرنا أبناء وبنات للرب فإذا لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح أصبحنا أبناء أصبحنا بنات للرب وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصير أولاد الله أي المؤمنون باسمه مش بس صرنا أولاد وبنات للرب أصبحنا خليقة جديدة مكتوب إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العقيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا مش بس هيك أحبائي نلنا يقين الخلاص يعني صار عنا ضمان الحياة الأبدي ويقينها في الحاضر لأن هذا هو وعد المسيح لكل من يؤمن به ويقبله ويتبعه كربا ومخلصا على حياته طبعا إحنا فيه امتيازات كثيرة منها نلنا السلام في الرب والمصالحة مع الرب ونلنا التبرير والتقديس والتمجيد وكل البركات الحلوة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس ولكن هذا الخلاص مثل ما ذكرت له قوة قال رسول بولوس في رسالته إلى هالروميا صح الأول والآية 16 قال لست أستحب إنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لكل من يؤمن لليهود أولا ثم لليوناني لأن فيه معلن بر الله من إيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى هذا الخلاص له أبعاد ومزايا كثيرة هذا الخلاص هو الخلاص الأخبار الصارة يعني أعرفكم بالإنجيل فالإنجيل هو الأخبار الصارة البشرة الحلوة أنه خلاص ما عدناش رحين على جهنم صار إلنا حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا بلوق الإصحاح الأول مكتوب خلاص من الأعداء في أي واحد وسبعين نعبد الله بخوف يعني نعبد الله بدون خوف من الأعداء لأنه حتى في أماكن كتير للأسف حتى العبادة عليها ضغط كتير لا تستطيع أنك تقرأ الكتاب المقدس لا تستطيع أنك تتكلم من الكتاب لا تستطيع أن تترك دينك لأنه فيه طبعا عواقب أنك تترك دينك يعني الإنسان مضغوط عليه ومضغوط على حريته أنه يختار أي إيمان يريد فيه الخلاص من الأعداء ولكن يوم من الأيام رب يسوع عندما يأتي ثانية رح يكون خلاص أبدي على الأرض أحبائي خلاص يعني الملكوت الله بيكبره والكنيسة فعلا بتمتلك والله بيكمل عمله في حياة المؤمنين فبالنسبة الإنجيل لبولوس أنه ما كانش خجلان هذا الإنجيل هو إنجيل الله إنجيل ابن الله إنجيل المسيح هذا الإنجيل أحباء اللي فيه بشائر مثل متة ومرقص ولوقة ويحنى تعليم المسيح سيرة حياة يسوع المسيح ولكن الأهم الأخبار الصارة إنه المسيح مات من أجل خطيانا وأنه دفن والمسيح حي هزم الموت وقام أقام نفسه وهذا ما يتميز به يسوع المسيح وهذا الخلاص أحبائي كان بحث الأنبياء كان بحث العلماء كان بحث الفلاسفة يعني لا يسعني أقول مثلا الفيلسوف أبيكتيتوس بيسمي الخلاص مستشفى النفوس المريضة لما كان بيقدم محاضراته للتلاميذ تعليم أبي كوريوس اللي كان بيحاربها بولوس في أعمال 17 ولكن بيتكلم عن دواء الخلاص سينيكا اللي هو كان معاصر للرسول بولوس قال نحتاج يد ترفعنا إلى أعلى وهي صرح حتى هذا اليوم الناس عم بتقول نحتاج إلى يد ألم يقول الكتاب أنه خلصت يده ويمين ذراعه فالله هو المخلص هذا الخلاص أحبائي من عدة أمور وأقولها سريعاً هي الخلاص من الأمراض الجسدية والنفسية أحياناً في البشائر بيقول إيمانك قد خلصك أو بيستخدم الكلمة إيمانك قد شفاك إنه شفاء من الأمراض الجسدية والنفسية إنه الخلاص إنه النجاة من الخطر يعني لما صرخ بطرس يعني لما صرخ بطرس يا رب نجني يعني خلصني أنقذني خلاص من الخطر خلاص بيمنح الأمان والإطمئنان والضمان في وسط الخطر الإنسان بيكون عنده سلام مش خايف شو عم بيحدث في وسط العواصف الهوجاء هو خلاص من الخطر ثم هذا الخلاص هو خلاص من العدوى خلاص من العالم الأعوج والشرير يعني بيقول نخلص من العالم الملتوي الأعوج والشرير صرنا طبيعة جديدة شعب مميز للرب خليقة جديدة الطبيعة الجديدة الطبيعة الإلهية هذه البزرة ترفض الطبيعة الفاسدة القديمة الشريرة فالروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح وكلاهما يقاوم أحدهما الآخر هذا الخلاص هو الحفاظ من هذا العالم الفاسد الشرير ثم الكتاب يتكلم عن الخلاص من الهلاك الخلاص من الضياع لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد أهلك هذا هو غرض المسيح الصارق لا يأتي إلا ليسرق يعني الشيطان الإرهابي لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويقتل قال يسوع أما أنا أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل عاوز يرفع من قيمة الإنسان من مستوى حياة الإنسان عاوز من خلال الحرية يطور إمكانياته فعلا يعيش الحياة الفضلة الفياضة المليانة في بركات يسوع المسيح هذا الخلاص من الضياع والخلاص من الخطيئة هو سبب كل المقاسي كل المشاكل لأنه حتى الخطيئة استشرت وتفشت واستفرست في حياة الإنسان حتى فكره صار مظلم حياته مظلمه صارت الناس تشوف الأمور بالمقلوب الخير الشر والشر خير النور ظلمة والظلمة نور المر حلو والحلو مر انقلبت المقييس انقلبت المعايير الإنسان عم بيتأثر في كل المناخ الروحي الشرير الفاسد عم بيأثر على كل نواحي الحياة من أجل هذا العالم لا يحتاج إلى رجال إصلاح ولا إلى رجال دين ولا حتى إلى رجال سياسة ولا إلى أي نوع آخر من الرجال العالم بكل بساطة يحتاج إلى يسوع لأن يسوع المسيح هو المخلص الوحيد هو المخلص الذي يستطيع أن ينقذنا من العبودية من الخطية مش مناتوا أن الحياة بتصير أفضل لا ولكن عندك سلام في وسط الأمواج في وسط الخطر في وسط الظروف الصعبة الرب معنا عما نقيل الله معنا بيخلصنا من الخطية هذا الخلاص هو التحرير من العبودية من قساوتها من شراستها من نجاستها من تعاستها من قساوتها تحرير من العبودية حتى نصبح أولاد وبنات الرب بالتبني سرنا أولاد الرب مشان هيك الشيطان بحارب عقيدة التبني لأنه هي العقيدة الراسخة الأصلية في الكتاب المقدس أنه الله بيحبك الله يريد أن يكون في علاقة حميمية معك أراد أن يسترد الصورة المشوهة اللي تشوهت في آدم لكن آدم الثاني الأخير جاء ليسترد هذه الصورة لنكون على صورته لنتمتع بطبيعته لكي نشترك في قداسته ونشترك في ألامه ولكن أيضا نشترك في مجده هذا الخلاص هو خلاص من غضب الله لأن غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم فإلحق حالك الرب يسوع الجاي إذا رفضت المسيح هو سينكرك وسيرفضك وهون عاوز أكلم كل الناس اللي بتبيع يسوع المسيح بأبخص الأثمان بخطية برفض بزواج غير شرعي بطلاق غير شرعي بخوف أنك تغير دينك بعدم إيمانك الصحيح بمسيحيتك الإسمية بالمسايرة بالتهادن والمساومة على حساب الحق الكتابي قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه ما فيش طريق تاني ما فيش خلاص تاني إلا من خلال يسوع المسيح خلاص من غضب الله بدون الخلاص أحبائي سيواجه الإنسان الدينونة وهو خلاص أبدي يكمل بعد الزمن في آيات كثيرة طبعا تتكلم عن هذا الموضوع على أنه هو خلاص من الشر من الفساد من الأعداء من الخطيئة ولكن هذا الخلاص هو خلاص الفداء الكامل أي حتى أجسادنا تأخذ أجساد نورانية ممجدة غير قابلة للحزن ولا الخطيئة ولا الآلام ولا الموت والحزن لا يكون بعد لأن الله سيمسح كل دمعة من عيونهم ونكون مع الرب كل حين فهذا هو الغرض أحبائي من مجيء الرب يسوع المسيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائي سأل الرسول بطرس ربنا يسوع المسيح بصعقة فإذن من يستطيع أن يخلص ولقد سأل سجان فليبي بولوس أسيلة قال يا سيدية ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص والشاب اللي سأل يسوع المسيح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه وكان رد بولوس وسيلة لسجان فليبي آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وأنا مجغول أحبائي في ختام هذه الحلقة أصلي من أجلك ومن أجل عائلتك تخيل الرب ما عقدها قال لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص وقال أيضا التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاس الأرض لأن أنا الله وليس مخلص آخر خيل أنظر نظرة الإيمان إلى الرب يسوع المسيح هذه النظرة مش راح الرب يخز لك نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل في القديم نظروا إلى الحية النحسية كل من نظر إليها يحيا في العهد الجديد قال يسوع كما رفع موسى وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدي عم بتمر في ظروف صعبة في هذه الأيام صار عندك خزلان عيد بروح وعيد بيجي عندك توقعات كثيرة وأصيبت بالإحباط والفشل عندك يمكن إحساس بالفشل بسبب زواجك عندك خوف على أولادك وعلى بناتك يسوع الذي ولد المخلص الذي ولد في بيت لحم صلاة اليوم أن يكون ميلاد جديد في حياتك هي بكل بساطة أن تدعو يسوع إلى قلبك وحياتك وأن تتوجه ربا وملكا على قلبك وعلى كيانك هي نظرة إيمان يعني الله لا يريد أن يهلك أنفس الناس مكتوب ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه هو نحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا يا رب أنا بصلي اليوم أن كل نفس ما قبلتك أو متشككة في حياتها الأبدية بصلي اليوم أنك تكتب أسماء في سفر الحياة وتعطي الثقة واليقين أنك أعطيت حياة أبدية وضمان الحياة الأبدية بصلي يا رب كل من يشاهدني اليوم يدعو ويقول يا رب سامحني على كل خطية توبني فأتوب بصلي يا رب اليوم أنه يقبلوك يدعوك يا رب يسوع تعال إلى قلبي وإلى حياتي بالإيمان حتى تكون مخلصة وأتوجك رب وملك على قلبي وحياتي بالنعم أعطيني أعيش لك وأمتلئ من الروح القدس وأشهد عنك بصلي اليوم من أجل بيتك من أجل أولادك من أجل بناتك الرب يعطيك الرجاء والأمل أن لا تفلت نفس من عائلتك وهذا العيد يكون عيد فرح خلاص نفوس كثيرة بالذات من عائلتك في اسم الرب يسوع اللي له سلطان هذا الاسم أنه يغير ويتمم ويحقق مقاصد الله كل من يدعو باسم الرب يخلص شورك اليوم ترفع ديك تقول له يا رب أنا بدعوك خلصني اليوم من الخطية واعطيني الحياة الأبدية إذا محتاج لمساعدة روحية تواصل معنا ومنحب نسمع منك لأنه منحب نتابع معك حتى تنمو كمان بالنعمة تنمو في دراسة الكلمة تتشدد وتتقوى ويصير عندك الثقة وأنه الله يباركك واحدة من الامتيازات أنه صار فيه علاقة صار فيه استجابة الصلاة السماء مفتوحة لك والله بيستجيب دعائك وصلواتك لأنه مسيحنا حي ولد المخلص هللويا فاستقبلوه في هذا العيد والرب معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة